السلام عليكم وازايكو عاملين يا ربي تكونوا بخير وسعادة النهاردة ان شاء الله هنصور مع بعض حلقة جديدة من برنامج رسالة في التحاليل الطبية رسالتنا النهاردة عن السيتوميجالو فيروس او الهيومن هيربس فيروس اتش اتش في خمسة حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا فركز معي في كل كلمة هنقلع بحلقة النهاردة لان هنقول كل حاجة عن السيتوميجالو بس سعب لأي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد معكم كابتن انا لسيز يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة تعال احكي لك حكاية السيتوميجالو فيروس بالتفصيل اختصار سي ام في لي اسم تاني وهو الهيومن هيربس فيروس واختصار اتش اتش في خمسة ده واحد من عيلة الهيربس فيروس وهو عبارة عن دابل ستراند دي ان ايه فيروس بيسمى بالفيروس المضخم للخلايا الفيروس ده بيكون منتشر جدا ولكنه في وضع سكون اول ما بيحصل عندي نقص في المناعة كده انا وفرت للفيروس المناخ المناسب اللي بيحب يشتغل فيه وبالتالي هيقوم بدور ويدمر كل شيء ليه حلو الكلام؟ طيب عشان كده فيروس السيتوميجالو مرتبط ارتباط وصيخ بمرضى اله اي في الايدز والنساء البرجنانت الحوامل ومرضى زراعة الاعضاء هيسبب ليهم نومونيا التهاب رقوي وهيباطايتس وبلايندنس عمى نتيجة لانه بيسبب التهاب في شبكية العين لو الوحدة الحامل البرجنانت حصل لها اصابة بفيروس السيتوميجالو الجنين ممكن يحصل له تخلف عقلي وكمان ممكن يحصل له اسمول هيد راسه تبقى اصغر من الطبيعي الفيروس ده بيكون اسمتوماتيك ملوش اعراض ظهرية ولكن المريض هيشتكي من شوية اعراض بشكل عام اول عرض عندي وهو انكافلايتس التهاب في الدماغ فيفر سخنية جوند السفرة تاعد انستعب انفلاميشن في الاي والليفر واللونج والاسبرين وكمان هيحصل له سرومبوسايتوبينيا في مرضى زراعة الاعضاء لو حصلت الاصابة بالفيروس ده هتسبب ليهم بنسبة كبيرة وفاء ديث كمان امتى بعمل السيتوميجالوفيروس قالك بعمله في حالات البرجناند الستات الحوامل البون مر تونس بلانتيشن زرع النخاع مرضى الايدز الايدش آيفين هقول لك معلومة مهمة جدا طول ما مناعت الشخص كويسة الفيروس ده مش هيسبب لي اي مشاكل خالص في حالة اصابة النيوبورن الاطفال اللي لسه مولودة بالفيروس ده هيسبب ليهم جوند السفرة وانيميا واللارجة في الليسبلين والليفر هيزوت حجمهم وهيعملهم سمول هيد هيصغر دمخهم طيب اللابس طادي او التشخيص المعملي عندي اكتر من اتجاه للتشخيص تعال نشوف العينة المستخدمة الفيروس ده بيتميز ان بيكون موجود في كل سوائل الجسم وبالتالي اصبح عندي فيريشن في العينات فيكون عندي بلد او يورن او سبيوتم او سي اس اف او تشخ عينة من النسيج بعد معرفة انواع العينات المختلفة تعال نشوف هنعمل تحليل ايه اول حاجة سيرولوجي وهنا هعمل سي ام في اي جي جي و سي ام في اي جي ام جميل تحليل سيتوميجالو اي جي ام ده بشوفه في حالة الاصابة الحديثة وبتنخفض نسبته بعد عدة اشهر من الاصابة لدرجة ان انا في المعمل ما بقدرش احدد القيمة ما بعرفش اسها طب والسيتوميجالو اي جي جي ده بيظهر بعد الاصابة بعدة اسابيع وبيكون في الاكتف انفكشن وبعد كده بيكون موجود معايا طول العمر ركز معايا في الحتة دي اوي لو عملت تحليل سيتوميجالو اي جي جي اول مرة طلع بوزوتف لازم اعيد التحليل مرة تانية بعد من اسبوعين لثلاث اسابيع لو النتيجة زادت اربع اضعاف ده معناه ان انا عندي اصابة نشطة بالسيتوميجالو فيروس تاني حاجة عندي او تاني تكنيك ممكن اشتغل بيه وهو البوليميريز اتشين راكشن البي سي ار وده بيكون كواليتيتف او كوانتيتيتف على حسب ما الدكتور يطلب تالت ميكانيزم عندي او طريقة ممكن اشتغل بيها وهي السايتو باسولوجي وده نتيجة لان الفيروس بيكون موجود في التشر حلو الكلام؟ طيب ركز في الحتة دي في مرضى زراعة الاعضاء هعمل لهم البي سي ار والسايتو باسولوجي دي كانت حلقة النهاردة في تحليل السايتوميجالو فيروس اتمنى الحلقة تكون مفيدة ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة واتفعل الجرس كان معاكم كابتن اناليسيز دي كانوا يتجو ذو العلاج